صواني ثواب في محافظة القادسية إحدى وسائل التقرب لله تعالى وإكرام الفقراء والمحتاجين المتعففين وخاصة خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك من وعينا على الدنيا إحنا شفنا أهلنا يسوون هذا الرمز فمشينا عليه وهو بمناسبة ليالي القدر وهي صدقة جارية أتمنى من رب العالمين أنه ما يظل فقير بهذا اليوم إلا بطنة شبع إن شاء الله بإذن الله وتعتبر صواني الثواب من تقاليد محافظة القادسية القديمة وبشكل خاص في شهر رمضان ولا يزال أهلها متمسكين بها بالرغم من صعوبات الحياة الكثيرة التي يواجهونها لأن الأيام ويام رمضان يسوون ثوابات يوم 19 ويوم 20 ويوم 21 كل أيام رمضان يسوونها منطقة ناحية السنية بالثوابات هذا شهر شهر طاعة وشهر الرحمة وشهر كل الإنسانية بهذا الشهر وتتنوع هذه الصواني وتأخذ أشكالا كثيرة لترضي الأذواق المختلفة ويرغب أهل القادسية لو يعمم هذا التقليد بشكل جيد خلال شهور السنة كافة بحيث يلبي بعض متطلبات كل من تلزمه المساعدة في المحافظة أغلب الناس توزع الأكل للناس الفقراء الناس المحتاجين في هذا الشهر الفضيل والكريم طبعا نحث كل الناس أنه ليس فقط في هذا الشهر لكن كل الأشهر إن شاء الله وتبقى صواني الثواب إحدى العادات والتقاليد التي ترفع قدر أبناء محافظة القادسية بشكل خاص وتعلي شأن العراقيين عامة بتكاتفهم وتضامنهم ترجمة نانسي قنقر